هذه الكمية الهائلة من المواد الغذائية والمقدرة ب120 طن كانت في طريقها إلى المستهلك لو لا أن تداركتها عناية قطاع التجارة والسياحة بعد جهد جهيد وتعبئة كبيرة للطواقم العاملة في إطار حملة مكافحة الغش مواد متنوعة لا يفقه المواطن سرها شأنها شأن باقي المواد الغذائية المعروضة في محلات البيع لكنها في حقيقة الأمر هي السمون قاتل بعد أن انتهت صلاحيتها وحسب لها عمر افتراضي تلاعبا بالمستهلك واستغفالا له واستهدافا مباشرا لصحته هذه الكمية اليوم التي جاءنا نشرف عليه تلافها كانت مقدرة ب70 طون مختلف المواد الاستهلاكية والمواد المستخدمة من طرف المستهلكين يقير بعد شروع عملية النقل تبين على أنها تقديرات ما كانت صحيحة هي 120 طن الرسالة التي نريد أن نوصل للمواطنين على أنهم ما يالله يعودوا قالقين فيما يتعلق بالمواد المتحدة الصلاحية نحن في الوقت الحالي نعدلوا حملات دورية للتفتيش وعطات نتيجة باللي الكثير من التجار بدؤوا يصرحوا بوجود مواد المتحدة الصلاحية عندهم وذلك شيء إيجابي ونحن نشجعه به الغرامة الغرض أن نعودوا كاملين مسؤولين باللي الهم همنا كاملين ما هو هم الحكومة وحدها المواد المتحدة الصلاحية والأدوية المزورة يمثلان اليوم تحديا كبيرا للمواطن الذي أصبح في حيرة من شأنه ويترصده هاجس الرعب المزمن من ما هو معروض في المحلات أن يقبلوا عليه ولا يدري العواقب أو يقلعوا عنه وتلك حسابات أخرى هذه العملية التي اليوم يشرف عليها مع الوزير التشارة تدخل فيها طار عمل مجهودات التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك هذه الكمية التي تراها فيها اليوم مجموعة منها جامعة فرق ثابعة لدارة حماية المستهلك بالإضافة المندوبيات الأخرى الموجدة في ولايات نواك شغط الثلاثة وهذا إن شاء الله هو المجهود كيف تلأكد وزير التشارة أنه لا يستمر عمليات تفتيش مستمرة في الأسابق المقبل ومتابعة أيضا على نية ثلاث عهر لأنه لا يود أي رقاج بأروايا يود محدث سعرها نثمنوا الإجراء اللي شرفنا عليه مع وزير التشارة بحيث تم يتلاف مواد منتهية الصلاحية ونشكر وزير التشارة ونثمنوا حضوروا على هذه العملية نقام به اليوم إذن أمن المواطن شر هذه الحمولة القاتلة بفضل آعين الرقابة والتحري وهو جهد محمود ومصدر ارتياح كبير لدى الجميع لكن حجما بهذا المستوى تم تجميعه من مناطق ومحلات مختلفة يجعل القلق باحتمال تخفي كميات أخرى بين رفوف المتاجر أكثر من وارد وهنا تبقى المسؤولية مشتركة بين الجميع المواطن المطالب بالتفحص مقتنياته الاستهلاكية والأجهزة الرقابية الوصية